مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لكم الأحوال الجوية المتوقعة اليوم غد في البداية بنلاحظ على صور الأقمار الصناعية وجود كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة تغطي معظم أجزاء الأجزاء الوسطى من المملكة ولكن بتكون بشكل أكثر في المناطق الشرقية قد تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية وخاصة منطقة الجبيل والخليج العربي أيضا الأجواء لطيفة أثناء النهار باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية الغربية لكن بقية مناطق المملكة خاصة الوسطى ومنطقة حفر الباطن المناطق الجنوبية الشرقية أجواء حارة نسبيا في النهار معتدلة بالليل لكن المناطق الجنوبية الغربية يوجد بها بعض السهب أحيانا خاصة في فترة الظهر وبالتالي تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطار مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله